حضرة بشوية تمثلة سريعة كده وفي الآخر كل واحد يوقف قدام نفسه أنا مش هحكم على حد بس كل واحد يوقف قدام نفسه أول ما الإنسان يصاب بشوية ابتلاقات عظيمة جدا فبتلاقيه متضرر نفسيا ومش قادر وخايف وعمل يفكر في أولاده وهاعمل إيه ومش هعمل إيه أول ما واحد يسيب شغله في لحظة من اللحظات فتلاقيه مضطرب نفسيا وإلى آخرة ولما نقول له يا أخي رزق هجيلك ما تقلقش وبتاعه فهو أكنه مش مصدق الكلام ده أبدا على الإطلاق ولما يكون في حال الرخاء هو ممكن يقول للناس على فكرة والرزق وسيأتي وإلى آخرة ولكن لما يحصل له كلام ده يحصل فيه اضطراب لما بنشوف حد ابنه ضاع منه فممكن نقول له طيب إيه ده بس كده وقول يا رب ويقوله بعدين طب وحير ربنا هيجيب لي الحاجة يعني ممكن يقول بعض الكلام ده كلنا بنقع إلا ما رحم رب في المطبط وهنا هرجع شوية كده لما بنقرأ القرآن وإحنا داخلين بقى على شهر رمضان شهر القرآن محتاجين وإحنا بنقرأ نقف كده شوية تدبر يعني وإحنا بنقرأ القرآن هنلاقي فيه تدبر كده نقف عند بعض الآيات اللي هي بتحثنا على المعاني الجميلة ويقول لها معاني جميلة كل القرآن يعني لكن لما بنقرأ في سورة يوسف إيه اللي بنلاقيه في سورة يوسف إن يوسف طفل ضاع إخواته رمو في الجب ثم بعد ذلك أخذته سيارة الناس باشية وبعدين اتسجن بقى عبد اتسجن وبعدين أصبح وزير سيدنا يعقوب في الفترة دي كلها كان حزين على فراق يوسف لكن صبر لماذا صبر يعقوب على فراق يوسف ثم من بعد يوسف أخوه صبر على فراق أخي أيضا وبعدين إخواته لما راحوا بقى يكتنوا من مصر والكلام ده ويجيبوا الأمح من مصر أخوهم الكبير تأخرش هما رجعوا وأخوهم الكبير لسه إيه مجاش لماذا صبر أيضا يعقوب ستنا مريم لما وضعت الحمل وخدت الطفل ورايح به إلى قومها ما خافتش ليه ما خافتش مريم عليها السلام سيدنا موسى لما ماشي وقال له اضرب بعصاك اللي إيه البحر ومشي ما خافش سيدنا موسى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما خافش في حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا النبي لما وهو ماشي في الغار رايح مهاجل المدينة وقاعد في الغار سيدنا أبو بكر يقول له ده لو نظر أحدهم تحت قدميه اللي رأينا النبي ما خافش بل طم من قلب سيدنا أبو بكر الصديق فقال له ما ظنك بالثنين الله إيه ثالثهم كل ده ليه عشان كانوا يحسنوا الظن بمين بالله تبارك وتعالى ومن هنا سيدنا النبي يعلمنا فيقول لنا إذا سألت فاسأل مين فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بمين فاستعم بالله وعلم أن الأمة لو اجتمع تعالى أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قطع يتبهو الله لك يبقى أنا عندي يقين إذن الظن بالله يعني إيه يعني الوثوق في الله تبارك وتعالى أنا واثق في الله عز وجل أنا واثق أن ربنا مش هيعمل لي إلا الأجمل أنا واثق أن ما عند الله خيره نوأبقى أنا واثق أن رزقي موجود بالسنة لازم أخذ بالأسباب فامشوا في ملاكبها كل ده اسمه ظن بمين ظن بالله تبارك وتعالى العبد عايش يا أستاذ دعاء بين حكتين اتنين بين خوف وبين الرجاء بين الجناحي الخوف والرجاء والإنسان لما يعمل المعصية بيتوب إلى الله عز وجل ولما يتوب يحسن الظن بمين بالله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر